هو الأخبار في حد ذاته موش مفرح لتونس لكن باهي وأنه نتعرض لأشياء كما هكا مرة أخرى ديما كما تعرفني مريم ديما في المقارنة بين الخطابات والتوجهات وحقيقة الميدان فمشاركة أمريكانية معروفة في العالم الكل تعمل سرعة تدفق الانترنت فيكس يتضح وأنه ساعة نعطيكم البلدان لولانين لولانية هي الإمارات في العالم مبعد سنجابور وهونج كونج والمراتب الرابعة والخامسة بين أمريكا والشيلي يعني فالهنا ما نش نحكيه وعلى صحيح فما مسألت موارد وبلاد غنية وإلا لا ولكن أغولاتي فيزي تونس تونس تجي في الترتيبة ذا 152 على 161 بلاد يعني في العشرة الأواخر هذي يراو مسألة الانترنت ومسألة حوكمة التكنولوجيات الجديدة سواء على المستوى العملي بتاع كيفاش الركب وكيفاش كذا حتى على المستوى القانوني حتى على كيفاش الدولة هذيك تتعامل مع التقنيات هذية رو مؤشر أصبح عنده أكثر فأكثر وزن حول فيما يخص المؤشر العام بتاع البلاد تجيب استثمارات وإلا لا آآ هذية راو حاجة مهمة جدا وقت اللي نسمعوا الكلام على لازمنا تشريعات ولازمنا كذا شكون يسمع فينا في الكلام الكل من آآ يحكم يعني آآ بمعنى وأنه المشكل هذية متاع مناخ الاستثمار وكيفاش بشجيبوا استثمارات وكيفاش جيبوا كذا كينا قاعدين نخزرولو من آآ من زاوية واحدة اللي هي زاوية الدولة من ناحية القانون شنو تنجم تبدل فيه ولكن هذا لا يكفي وحتى ما سألت التشريعات والقوانين في الاستثمار في العالم رأي فيها بوليميك فيها برشا كلام فعند فما شكون يقول لك بالعكس وتحب بنتي استثمار تنقص من التشريعات ما فهميش ما تزيدش التشريع على التشريع قال شنو بش سهل لأ التوجه الصحيح هو أنك تنقص أكثر ما يمكن من التشريعات وتقول شنو اللي ممنوع وكهو هذا يتوجه يخموا فيه برشا برشا خبراء ولكن هذا لا يكفي بطبيعة الحال فما أشياء آآ يعني آآ بديهية كما نحكيه على البنية التحتية كما نحكيه على الابرات كما نحكيه على المطارات إلى خليه ولكن يلزمنا نتنبهوا اللي أكثر فأكثر فما مؤشرات أخرى مرتبطة بالتكنولوجيا مرتبطة بالقضاء مرتبطة بحويج من نوع ذا اللي هي قاعدة تاخذ أكثر فأكثر الوزن لأنه في آخر الأمر بعد عشرات السنوات توسد معنت هالمؤشرات الأخرين بين البلدان فيما يخص البنية التحتية وفيما يخص التشريع والتعامل وكذا بلدان تنقل على بعضها أو من بنات بعضهم لأن في آخر الأمر معادش يمثل فارق كبير بين بلد آ وبلد با شنو اللي نجم يعمل الفارق هما المؤشرات الأخرى هذي سحيح آآ زوز كلمات معنت ها التوينس عندهم حساسي عليهم اللي هو مش في ثنيتي وكونيكسيون طايحة والكونيكسيون طايحة في علاقة بالترتيب هذي الوصلة تونس يعني الذكاء التونسي اللي هو طاير في العالم بينما فما قيود معنت ها قيود في البلاد اللي متخلينيش نمشيو آن سويتش فير آآ ست ديجيتاليزاسيون اللي هي بش تخلينا نتخلو في عالم الدول آآ اللي هذو ماليا انتي صنفتم يعني الحقيقة هو آآ رقم وتصنيف يوجع يوجع بالنسبة لتونسي مهدي فرحان مغشش مستهى والله هو آآ معناه كيش كله الشارة الحمراء لظاهرة قاعدة تتفشى كل يوم اكثر فاكثر في المجتمع التونسي وهي ظاهرة انتشار المخدرات راهو الشي معناه فاقة الشيء وحدهو ولا درجة وانه اليوم اصبح راهو لابدة منت معناه من وضع استراتيجية خاصة بالموضوع هذي للتصدي ذات مخدرات عايشت حدث لانه كان عندي صديق ولده معناه صارته وهو طفل صغير عمره في الخمسة عشرين سناء مازال معناها في كنزون هاي كنزون وما كانش يعرف ولده معناه اللي هو يستهلك في المخدرات وكاذي انا رمش نقول حاجة هو صديق يسيح لكن الظاهرة هذي مهيش معالجة امنية فقط خطر انتي ولدك يجي يطلب من عندك مبالغ متاع مياه وميتين دينار وميتين دينار فشأة وما تسألوش عليش او يحكي لك اي موضوع كل كلمش صرفه فيه وما تتبعش مع ولدك كأنك انتي عطيت وقت لبرستهلك على روحك اذا انتي ما تعملش كديره ودور العائلات مهم جدا احنا مالورزمون توعدنا سنوات العائلات تخلت على دورها الرئيسي في الايحاطة بولادها وفي تربية ولادها ولا يطيش في ولادهم في المدارسة الخاصة من الصباح للليل باش ما يمشيش هو يقعد يقوم دويش بمعه ويروح بيه اخر للليل باش يتعشى ويرقد وكن وهذا علاقته بيه هو انه عبارة ولا مقر حضانة ولا العائلة ولا مقر حضانة ما هيش مقر تربية والتنشأة ونشأة وغيره والتنشأة بلته وبالتالي انا نشوف اليوم راهو المعالجة لدهرة المخدرات بالاساس هي امنية ولا بده زيد نشوف وشكوني قاعد يحمي في دخول المخدرات التونس وشكوني قاعد يغطي وشكوني هم تظلع في العمل هذي لانه زيدة الامنين قاعدين يعملوا في مجهودهم لكن الاختراقات موجودة في كل المجالات وبالتالي لابد مراقبة مختراقات في الخاصة في المجال هذي متاع المخدرات لانه اكيد فما تعاون قاعد يخلي في هالسموم هذي القاعدة تدخل المجتمع ولكن زيدة راهو دور العائلات مهم جدا راهو ما تنجمش تسايب ولدك يخرج ويحوس ويدور وما تراقبش ولدك وما تراقبش تاليفون وما ترى ما ما فهمتش انا ولي وولده مزي 13 و 14 و 15 سنة وما يراقب لوش تاليفون وما يراقب لوش تحركات وما يتبعوش وما يتبعش معاش يعمل ما يعرفش ولده يستهلك وليه ما يشوف شو الحالة اللي قاعد يروحلوا فيها في الدار هل تراه هو في حالة عادية طبيعية وحالة غير طبيعية وبالتالي راهو يا اسر ويا عائلية تونسية راهو فيقوا الوضعكم وفيقوا لولادكم ما تتسانيوش الامر فقط بش يحميلكم ولده فقط لو كانتمشيوا على الصفحة الرسمية للإدارة العامة لحراس الوطني وانتي تتكلم مهدي وانا وانا عالصفحة وكنت قبل ما ندخل نشوف يعني في المعلومات مثلا كل يوم كل يوم كل يوم تلقى يعني الفرق الفرق مكافحة المخدرات يعني آآ 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 يفكوا شبكات كاميرا آخر شبكة هذية مختصة في تهريب الزطلة انا خاطر نحب نسمي الأشياء بمسمياتها خاطر من تخبيش انا وراه كلمات تعملك حاجز ليلي احنا في تونس ما نقولوش قنب هندي ليه ذيكا في العربي اما راهو شوفوا راه المادة هذية نجم تقتل ثم ها وتفكيك آآ تفكيك آآ زيدا آآ شبكة كاملة تنشط ما بين تونس واريانا وسوسا آآ ذي ووت البرح ووت البرحين آآ واحدة اخرى يعني تفكيك شبكة اخرى شبكة اخرى الحقيقة زيدا كما قال مجهود الامن ما نشوكو فيش فيه لكن زيدا زيدا يفهم ديميسون دي فامي الحقيقة العائلية ديزم تعاون المجهود هذي مش معقول اللي ساير يالا احنا بش نمشيو الموضوع اخر يشكر اليوم بشير قروي يشكر ويقول شكرا